حلقة اليوم مثل ما وعدتكم قلت لكم أسئلتكم إن شاء الله أغلبيتها راح أجاوب عليها في فيديو معين الأسئلة اللي تخص أرك موبايل الجديدة قبل لا نبليش خنوص على الحبيب محمد الله ما صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اللي والصحب يجميع نذكر الله ونقول بسم الله لا تنسونا من اللايك والاشتراك طبعا مثل ما قلت لكم بالحلقة الفاتحة أنه راح أسوي لكم حلقة أجاوب بها على أغلب أسئلتكم وحاليا أنا مجهز آآ سكرينات تقريبا مسوي سبعة وخمسين سكرين شوت أكو بها خلي نقول نوصل إلى ثمانين سؤال أعتقد هاي الأسئلة أغلبيتها متكررة وميد سؤال يمكن هاي الأسئلة أغلبيتها متكررة مثل ما قلت لكم ولكن يعني أنا ش راح نسوي نجاوب على سيلتكم على مود أيضا ليصير ملل بس الفيس كان موجود راح نطلع السؤال اللي نقرأ وأيضا الشغل اللخ أنه راح نخليكم لقطات من أرك موبايل أول سؤال مبلش ويا راح يقول هل يبقى عدد هل راح يبقى في عدد معين من الدناصرات يمكنك ترويضهم يصبح بإمكانك أن ترويض الكم اللي نريده هذا الشي ما راح يبقى مال أربعين داينو أو ستين داينو تقدروا تروض لأنه الشركة قالوا أنه اللعبة راح تكون نفس بي سي وراح يأخذون الكود كود كي مال نيتندو سويتش ويجيبوه للبي سي للموبايل فلذلك ما قالوا أكو أي تغيير يعني هم بالبداية من سووا أرك موبايل أول ما نزلوا هاي أرك القديمة سووا بيها اختلافات عن أرك بي سي هواية مثل أنه دارك هاند لايت مال بي سي مختلفة عن المال موبايل إذا تريدون أسوي لكم حلقات عن دارك هاند لايت بي سي خصوصا دارك هاند لايت موبايل دازل للرسالة للفيديو ولكن ما أدري يعني أنا ذيك المرة ربحت بجائزة وما طونية فالمهم غلونا بعيدين على هاي الشغلة ما دام قالوا أنه راح تكون نفس فكرة البي سي راح يكون عندك حرية ترويض الداينوات اتين داينو 300 داينو 400 داينو الكمية اللي تحبه ترويض شو تريد روض عادي عشرين جيجا خمسين غريفن ما أدري أنا راحتك السؤال الثاني يقول سلام عليكم هل لعبة أرك سيرفايفل متوفر على المتجر اللي نفسه اللي كاتب اسمها لو الثاني اللي كنت لعبها مع صديقه حبيتها هل أقدر نرجع مستوي أرك سيرفايفل إيفولد الحد الآن القديمة موجودة بالمتجر ولكن نهاية هاي الشهر راح ينحذف اللعبة ما راح تبقى بس اللي منزلها قبل يقدر بالهيستوري بالسجل ما للتحميلات تلقاها ويحملها من جديد لكن هاي راح تنحذف وتقدر ترجع مستواك وهاي يعني تبدي من الصفر أو إذا سيف ما لك بعدها موجود على راعتك طيب سؤال من أليكسا أليكسا هل يمديني ما دري يعني الأسماء ما تطلع انتوا أكوا عندكم أسماء بالشي اسمه باليوتيوب ولكن اللي يطلع قدامي اللي هو اليوزر نيم فراح أقرأ اليوزر نيم صراعي هل يمديني مارشولان في أرك موبايل لو نزلت خريطة ثانية بعد آيلاند يمديني أنتقل من أي إلى خريطة ثانية بنفس السيرفر هل هذا الكلام يكون موجود في أرك موبايل صريحة أنا طريقة انتقال السيرفر ما مجربة إلا مرة واحدة جربته أذكر بوقت بارك بي سي انتقلت من خريطة إكستنشن إلى خريطة فالغير وإذا على كلامهم نفس الشيء أكيد راح يصير هذا الشيء يعني لا بس هذا الشيء ما راح يصير إلا بعد ما تنزل الخراءط كاملة اكتمل الخراءط مثلا نزلت خريطة آيلاند يوجد سيرفرات رسمية مع الخريطة آيلاند نزلت خريطة سيرفرات رسمية خادم رسمية مارس سكورشيد أرث أعتقد المفروض أنك تقدر تنتقل ما بين المابات هاي يعني ما دام أنه نفس البي سي نجي لسؤال آخر يقول أنا عندي الرامة 12 هيشتغل على المساعدة هتبقى كم هل تبقى اللعبة بفلوس ولا مجانة على متجر بلاي أول سؤال اللي يسأل على المواصفات راح نسوي لسكيب بس نقرأ السؤال ما تتبقى والمواصفات لحد الآن ما أعلنوا عنها ما قالوا شنو المواصفات اللي تتحمل الموبايلات هاي كاميرا المعالج هاي لحد الآن ما أعلنوا على هذا الشي مساحتها أيضا ما أعلنوا عن هذا الشي ولكن أكيد راح تصير مساحتها كبيرة يعني سبعة جيجا خمسة جيجا حسب تنزيل المابات كل مابه ممكن يتصير جيجا أو نوصي شي شي فأكيد راح تكون حجمها كبير ولكن ما أعتقد توصل للعشرين فوق الخمسة وعشرين ثلاثين جيجا ما أدري حسب نشوف من تنزل اللعبة هل تبقى اللعبة بفلوس ولا مجاني لحد الآن ما أعلنوا على هذا الشي ولكن ممكن تنزل اللعبة مجاني ويا خريطة داايلند ولكن باقي الخراط ممكن تكون بفلوس الصهراء اكستنشن جينيسيس هذني كلهن راق ناروك كلهم ممكن تكون بفلوس أو ممكن تكون اللعبة بفلوس وبعض الخراط مجانية وبعضها بفلوس هكذا يعني ننتقل إلى تعليق آخر يقول هل ستعمل سلسلة عن هارك موبايل جديدة إن شاء الله هل زاعدا فيديوهات ان شاء الله نسوي هاي الأمور أوكي كونسل كوماند وهل تنزل فيه واتدات رام أوكي إن شاء الله راح نسوي هاي الفيديوهات والشروحات بستنزل إن شاء الله ولكن على سؤال أكمال الرام قلت كلكم إنه ما أعلنوا على هالشي خلونا نجي للسؤال سجاد يقول سؤال هل أقدر أعيش حياة الديناسور مثل في آرك البيسي هذا يعتبر حياة الديناسور يعتبر مود والحد الآن ماكو أي خبر على سالفة المودات ما دام نيتندو سويتش ما جاي مودات في الموبايل أيضا ما راح تجي مودات إلا إذا بعدين غيروا رأيهم وضافوا المودات وهاي الشغلات فممكن يسوون لستة قواء مودات هما يضيفوها بعدين يعني نفس البيسي يجيبوها بس ما توقع يسونا الشي أو إذا سووا أوبن سورس والعالم هي قامت تصنع مودات لأرك موبايل نجي لسؤال يقول سؤالين الأول معلوماتك شي تخيله لو تصور من عندك أو أنه شي الرسمي قلت لك معلوماتي هو أنه الشركة قررت وقالت أنه اللعبة راح تكون نفس أرك بيسي راح يجيبون من الكود الكود كي ما الشي اسمه ما نيتندو سويتش يجيبوه للموبايل فلذلك ما دام نيتندو سويتش هي تشي راح تنزل نفس هاي الأمور بدون أي تغيير لا أمبر ولا شي هاي الأمور كلها راح تروح وتجي هاي الشغلات الجريدة هل أكو مودات هم أن نقدر نلعب راحتنا البيسي هم نريد مودات حلو المودات وهاي الشغلات قلت لكم هسا جاوبت على هذا الموضوع ما أدري إذا راح يجي أو لا سبعين بالمية ما كو مودات تسعين بالمية ما كو مودات لكن هل يجي سبعين بالمية ما أعتقد أنه يجي طيب يقول طيب دروع التك أكتر أقطير بيها وبكا سريع أو لا شرحت هذا الشي في أرك موبايل الجديدة طيب يقول ساموراي يقول بناياتك وصار تغيير فيها وإضافات من ناحية بنايات طبعا هناك تغييرات شوف الحلقة مع الشغلات الجديدة والبنايات أعتقد حلقة ومال دروعة التك شوفها وراح تشوف أكو بنايات شغلات جديدة جاي لأرك موبايل الجديدة طيب يقول أتمنى ترد في مودات قلنا مودات ما أعتقد يجي ممكن يجي ما ندري فهي الأسئلة راح نختصرها هل آيباد 7 يستحمل أرك الجديدة لحد الآن يا كافة كافة ما لحد الآن ما نزلوا عن مواضيع الأجهزة اللي تدعم اللعبة لحد اللي ما تكلموا عنه علي ضياء يقول ما رش عندي سواء الماكس ما الاستاكات إش قد راح يصير من أورجنال الاستاكات ما لدينا غصدك الاستاكات ما للشغلات هاي الاستاكات نفسها ما للبي سي يعني مثلا حسب أكو الوود وهاي الشغلات مية البرائم ميت واحد واحد يسوي استاك وهكذا راح يصير نفس البي سي يعني الاستاكات ممكن نلقى بالإعدادات نتحكم بها إذلك إن أعدادات إن شاء الله راح نزلكم شرح عنه ولكن نفس البي سي راح يكون والدماج موجود أكيد الدماج راح يكون موجود راح يكون إعداد اتفعله ويظهر الدماج عندك يا توب 25 محمد البدير يقول عندي سؤالة راح يكون في موضوع الطفرة وثانيا هل التهجين موجود أزاوج دينصور مختلفة عشان يطلع دينصور مختلف عنه مزيد هذا الشي ما موجود بأرك بي سي ولكن موجود في مودات أرك بي سي الطفرات موجودة يعني يجيك طفرة بالدماج طفرة باللحاظ وحتى بأرك موبايل موجود تغير اللون ما له ولكن أجين هذا بالمودات موجود ما موجود في أرك اعتيادية يوزر يقول هل راح يكون في أظهر الدماج جاوبنا على هذا الشي راح يكون إعداد وتظهر الدماج أكد من التسريبات متأكد مدام أقر والشركة أنها راح تكون نفس أرك بي سي نفس أرك لتندا سويتش جدا مهم ركزوا المطورين حاليا ما مفعلين خاصية السجيستون أو خاصية الاقتراحات في الدسكورد ما لا تهم تابعوا القناة ركزوا ويايا بس يفتحون خاصية الاقتراحات راح أروح أسوي اقتراح هناك يضيفوا اللغة العربية أريد كمية او رياكشن لايكات على الاختراح مالي هناك إذا جابت اقتراحات الاختراحات إذا جابت مثلا خلني نقول خمسمائة لايك يعني لا شي بس إذا جابت عشرة آلاف لايك اقتراحات رياكشن ألف ألفين خمسة آلاف راح يكون شي جدا أسطوري وراح يشوفوا إنه المجتمع العربي متفاعل وياها اللعبة ممكن يسولنا اللغة العربية أو يصححوا الكتاب مال اللغة العربية ركزوا بهذا الشي لأنه إذا فتحوا الاختراحات راح اقتراح عليهم هذا الشي مرحبا يا أسطورة هل هناك الحصان الناري نوكتس في الماب هل يمكننا نرسمنا مفتاح رسبون لا النوكتس موجود فقط في أرك موبايل وأنه يجي لأرك موبايل الجديدة لا فقط في أصلا أرك بي سي ما بها النوكتس ممكن موجود بمودات ثانية ولكن أرك بي سي ما موجود حصان النوكتس هذا موجود فقط في أرك موبايل وما راح يجي لأرك بي سي إلا بمودات يعني إذا سوا أوبن سورت والناس قاموا يصنعون مودات لأرك موبايل الجديدة ممكن يصنعون النوكتس وغيرها 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 شغلات كوما يصنعون طيب يوزر ايش كي ستة يقول صلوا على الحبي محمد ولا تنسون من اللاك والاشتراك ترى ما رشمله يتعف شثير بالبحث كمان هذا التعليق ستوري صلوا عن نبي وحط لايك الثاني خلاص ما دري صارت بي تشنج الثاني لان ما ممر الثاني على هذ الكثرة الحشي هذا فلايك والاشتراك والشير لايك جدا مؤريد هذا الحلقة يوصر ألف لايك ترى منطيك لايك انت ومسوي لك قلب بس مسوي سكرين قبل لانه اسوي لك هذا فأطلب لايك وهو أنا لمسوي لك لا سويت للايك وحطيت لقلب أيضا شكرا لك ونورت طيب يقول لك اللحبة راح تنزل مجانة ومدفوع للآيفون درويد جاوبنا على هذا السؤال بالبداية شوف السؤال هذا أفضل إضافة اللي تحتاج بأرك موبايل يقول XOW واللي هي الكريوبود صح زاد اعدادات صح والسيرفرات زاد الكونسول كومند صح سأدن هل الميك وآدات استنساخ رايض فيها وهي موجودة في آرك نيتندو والمفروض يطيفوها يعني ما أدري بس أعتقد يطيفوها لا أقدر أسوي سيرفر خاص بدون فلوس وقدر أتقل أي شخص قصدك خاصية الهوست لوكل أعتقد هي شي شي ما أدري بس ممكن ممكن هذا الشي بس المهم خليني نقل كيدي آرك متى تنزل آرك شهر 12 هل هناك مودات ماكو مودات هل نقدر نعدى عدادات السيرفر شوف الفيديو السابق وراح تعرف ياب تقدر تعدل عن عدادات السيرفر والتجميع أحمد كي أو تسعة آركي مرجو هل راح اقدر نقدر نضيف مودات أو لا ما تقدر نضيف مودات ايش الداينو اللي راح ينشال لين يجي الماب داينوات ما الارك الصحراء ما ما سكورش الارث مثلا ما الابريشن ما سكورش الارث راح نزلكم فيديو عنا وراح تشوف هل كل شي راح يكون مثل البي سي 90% اي كل شي راح يكون مثل البي سي هل نقدر روض البوس طبعا عندك جي سي ام الكماند كونسول كوماند فورستين بتسوي له قبل يتروض يعني ايزي بيزي لا انك تحكر اللعبة ولا شي اوكي روستوم كينغ يقول هل راح يضيفون اوسم سبايغلاس لا لانه يعتبر مود والمودات ما جاية نوفا يقول اتمنى يهذفون سالفة الاحترام حق القريفن طبعا راح يشيلوا سالفة الاحترام حق القريفن ولكن اارك داا ايلند خريط داا ايلند براح يكون فيها غرفين ولا ولا راح يجيب راغنروك وراح يجيب ماب فالغيرو يعني اعتقد اذا لقين الكونسول كومند مات راح نجرب نقدر نرسب نحن بس اذا ما صار لازم ننتظر ينزل باقي المابات وزر سي بي تسعة هم قالوا راح يسونها نفس ارك بي سي مو مثل بي سي مو مجرد انه بالاخ يضاف وشغلال جديدة لها ونفسها موجودة بالبي سي الا ارك اسندن تختلف على نيتند سويش طبعا انه تعتبر ارك القديمة يوزر ريو سبعة لي يقول هل هناك تنانين للتروض في ارك الجديد مثل البي سي طبعا راح يجي في خريطة الصحراء وباقي الخراط اللي بيها تنانين راح تنزلكم حلقة داينوات الصحراء وراح تشوفون داينوات اللي راح تجي ولكن ما راح يجي في خريطة The Island طبعا مو كل الداينوات تجي The Island ممكن يقول هل في هذا التحديد نقدر روض تنانين نفس السؤال هذا القبل جاوبت عليه يقول هل ممكن يا مارش راح على الأجهزة اللي تقدر تحمل هذ النسخة من المنصات التي تدعم ها قصد النسخة الجاية ما علموا على هذا الشيء على مدان يقول منك يقول فلان جهاز يدعم فلان جهاز لا هل هاذ النسخة اللي عندك نسخة تجريبية من الشركة لا هاي نسخة ما نيتندو سويتش انا قاعد اجربها حاليا يعني ما منازلين اي نسخة حاليا نسخة تجريبية تنزل بالعكس انا شوفكم الايباد و اقول لكم هذا النسخة التجريبية البيتا نزلت عندي وقاعدين انجرب يعني فتشي انفجار يصير الوضعية اتمنى تردو انا اشهد محتوى محتوى حبيبي يا علاوي والحاب اسأل بعض الاسئلة بسبب الفضول هل هل اكو مودات في لا ممكن انزلهم بس لا ما موجودة 80% متأكد انه ما راح ينزلوها هل اكو ويفرين او دراجون ناخذ البيض ونروضهم في خريطة الصحراء راح يجي هذا الشي هل نقدر نعدل على السيرفر مثل البي سي يب طبعا تقدر تعدل على السيرفر مثل البي سي والمارش تؤال بلازم هاي الخراط كلني اندمجا مع عالم واحد لو كل خريطة لها عالم خاص اتمنى ترد هذا قصد انه مثلا لعب سنجل بلاير هنا بث الانتقال عوفو دخلت سنجل بلاير مثلا نفس الدي الانوات اللي مروضة هناك راح يطلع عن هنا لا عالم راح تبلش بي من جديد وانما اذا سوا خاصية انتنقل بين العوالم تقدر تتنقل الى عالم ويا الغراض ملك وهذا السؤال امين بي او اكس اما مارش السؤال كيف قاعد تلعب الاصدار الجديد قبل ما تنزل قبل ما ينزل وهل يمضينا شغل على جهاز ستة رامة ما ترد هذا مو اصدار جديد هذا نفس الاصدار اللي قال وراح يجي للموبايل ولكن هذا ما نيتند سويتش و بالنسبة لجهازك ما ادري جاوبت على هذا السؤال بوب برمج استمر يا اسطره لا تنسي والله انا من السودان الله يعينكم يا اهل السودان والله ينصركم والله ما ادري اذا غزة او السودان الله يوفقكم وينصركم ويحفظكم يا راب يحفظكم من كل شار اه صراحة راحة ما ادري شاقول ولا استطيع الشراء اللعبة وانا عمري اقل من 15 سنة فقط ارجوك تابعا سنة وانا عرف حالة الحرب في السودان الله يعينكم على الحروب اللي موجودة بلادكم الله يعين جميع المسلمين على الحروب اللي موجودة ببلادهم ولكن حاليا كودات ما نازل على مدوزعها لكم ان شاء الله راح اوزع لكم كودات اذا حصلت عن اللعبة لا تنسون تدعون لاخواننا في غزة واخواننا في السودان الله ينصرهم يا رب اوكي عدنا حسن شكري من المتابعين العتيين القديمين اه اللي هسا اذا مثلا التعليق ما له هي شي انفق عليه يطلع مننا تراب يعني كلش قديم متابع هذا بالقناة هل لاعبين الموبايل يقدروا ويلعبوا مع البي سي او منصة الثانية لا طبعا اذا تلعبوا يلاعبين البي سي ما راح تشوف بالسيرفرات ما تشتم هاوع فهذا الشي ما راح يصير اللي يصير تشيلد حمزة يقول هل يصير تشارك داخل الشنطة مثل طبعا شرحنا على هذا الشي بالحلقة السابقة بالكرايوبود مو بالمسدس مال العرموت يسأل سؤال يوزر مدري شسمه بس صورة عرموت مال سؤال هل اقدر تسوي تريب للارتفاكت بالارقة الجديدة ولو لا على مودي ينطينا موارد لنفس الموارد اوكي هاي سالفة الارتفاكت ما اللي تسوي لي تريب ويطيك موارد هذا الشي ما راح يبقى لان هنا الارتفاكت تاخذ للبرج على مد تدخل تقاتل البوس ومن تتقاتل البوس اكيد راح تحصل على موارد راح تحصل على راح تحصل على اسلحة وشغلات جديدة قوية ما ادري هل بالجنس موجودة الموارد اللي يطيك لشغلات القوية ولا حتى ب فانت من تقاتل البوس راح يطيك موارد ما رش عندي سؤال راح تتواجد تنانين جاوبنا على هذا فارس اعتقد فارس اسمه التنين هل راح يكون موجود في خريطة الصهراء لو نزلت تسوينا شرح عدادات جرافيكس ان شاء الله تتدلل شرح عدادات جرافيكس اسطورة راح اسوي لكم غريفن يجاوب هذا غريفن يمكن ضايج يقول ليش أنا موجود في اذا آيلاند يا مارش هل راح يكون تنانين وكو عشاش تنانين موجود غريفن يسأل عالتنانين المفروض انت غريفن تسأل علي غريفن تقول موجود لو لا المهم التنانين موجودة في الصحراء مالك يقول مارش نقدر نسرع الليفل وفي خرفان ومودات وتنانين في ارك الجديدة تسريع الليفل تقدر تسوي الـ xp في عشرة يعني نقوم بسرعة توصل مية مية وخمسة ما ادري اش كان في خرفان تحصل منه اللحم المتن مودات ماكو والتنانين موجودة في الصحراء يوزر يقول لها السؤال هل راح تنزل خريطة والارض المحروقة في الاول ام فقط بعدها بقيرة اول ما تنزل اللعبة راح ينزل وياها خريطة اعتقد وراء شهرين راح ينزلون شهرين او شهر ممكن بس على كثير شهرين راح ينزلون خريطة الصحراء وراها يعني كل شهرين اعتقد خريطة اخرى تنزل ممكن ينزلون الشسمة خلي نقول الصورة ما للخراط يعني كل خريطة وش وقت تنزل يوزر WM4 طبعا مكتوب يوزر عندي ما ادري شنو الاسم يا مرشم لما جبت على اسئلتي هل ضرب عشرة يمكنني اختارها من اعدادات القيم ولا اجيبها من دنجن ها قصدك الشسمة مسرع الترويض مسرع الترويض براح يبقى انت راح تجي من الاعدادات تسوي الترويض في 30 يعني تنطيل لحمة واحدة ويتروض هيش يصير من الاعدادات انت حر تسوي هذا الشي سؤال الثاني هل راح يكون عدد ديناصرات محدود او لا محدود على الدايناصرات على الاغلب يكون غير محدود تقدر تروض مثلا 500 داينو ولكن على السيرفرات من يشوفون يصير لازم يصير يعني بالسيرفرات راح يحددون كمية الترويضات ولكن ما راح يكون يعني 20 داينو مثلا 12 داينو وهيش شي هنا اسئلة اي او زت ايكس يقول مارش هل راح يكون في ارق الجديدة انبر واطواق ذهبية طبعا لا هاي سوالف ما بقت في ارق الجديدة هاي سوالف راحت كينغ يقول شنه الاجهزة التدعم ما ندري لحد الان شنو الاجهزة اللي تدعم اللعبة احمد يقول سوال قدر احملها على البيس ايضا وتحكم وايضا تحكم يتنصب تلقائي حسب كيبورد ما ادري التحكم يصير بالكيبورد ولكن على المحاكيات ممكن انه يطوروها بشكل انه المحاكم ما يشغله هي شي يعني ان جي ار مارش لابدك نسوي فرق بين شكل الديناسورات ارق موبايل قديمة والجديدة ان شاء الله ان شاء الله اعتقد اسويها بفيديو شورت سؤالين نفس السؤال وجاوبنا عليه The Gaming Joker و 313 ماكس يقولون على سالفة المودات مودات اعتقد 80% مادري تشمر غيرت النسبة ما راح يكون موجود الا اذا عدنا امل 20% انه تكون موجود دي في واحد ال بي مارش ملو عندي سؤال جدا محير بارك الجديدة على الموبايل هل اكو مهمات نقدر نسوينا على واذا كان اكو هل اكتو اختلاف المهمات بين كل ماب ماب اتمنى تجاوب سوف تشوف تعليق سالفة المهمات ما راح يكون في الماب ات كلها سالفة المهمات راح يكون وين في جينيسيس تعرفون ارق جينيسيس شلون بها مهمات وهكذا اما مهمات مال ارق موبايل القديمة ما راح تكون موجودة بعد الان اثس الى اول شي يقول باسكال باسكال ليتو مادري شي ما يقول مارش قام لس اللعبة اربع شهر شراك سوي لنا سلسلة ارق موبايل لس حلقة السويتش احس تكون فلة منها نعرف الكهوف الجدينا معكم برضو نعرف كل التغييرات اللي بنذكر في الفيديو طبعا اذا اسوي هس فما راح اقدر اسوي سلسلة من تنزل اللعبة يعني اكون انه ما نمسوي سلسلة على السويتش والتحكم ما لغير فانريد نخلي السلاسل وهاي الشغلات لما اللعبة تنزل منو مثل يريد شوف شنو بالهدية ما كو هدية بعد فوق هاي الشغلات نسيها لا انبر ولا هدية مارو يقول عندي سؤالة راك الجدينا راح تكون بالانترنت ولا أو بدون ممكن يكون بدون انترنت يخلوها ممكن يعني هل يمكن اكون مفتاح في هاي السوال جاوبنا عليه بالحلقة الفاتت وقت لكم انه ما كو مفتاح ولكن اكون كونسل كوماند تقدر كل شي تسوي بي هو مجاني باللعبة ثلاثة سئلة روال يقول شباب هل التحديث بس للمحاكي ما كو للجوال هي للجوال راح يجي هي راح تنزل للجوال للعبة الجديدة يوزر هال اركضي تعمل اجزة الاقتصادية ولا يسمها موبايل فئة يعني قصد الفئة العالية ما ندري هذا الشي فبس اكيد راح يكون تشتغل على الاجهزة القوية تكفو قولوا لي اللعبة بفلوس هذا خائف منه انتظر كثير مليت من اركض موبايل الغبية والله لحد لان ما اعلنه على سالفة ارك موبايل الجديدة انه تكون بفلوس او لا سؤال عبدو يقول لها متى راح تنزل اركض جديدة شهر 12 هل تحديث فقط او نسخة واحدة نسخة واحدة مت تحديث الهاي ورح نشوف اشياء جديدة تقدر تصناها يو استي او يقول هل ستتوفر لعبة على مودات كال اس بلاس والسول لا ما راح تكون المودات موجودة ارك يقول عندي كم سؤال يعني اي حد يقدر يجاوب واحد في تنانين في خريطة الصحراء واذا في خريطة الصحراء اثنيا هل يوجد روك غولم في خريطة الصحراء هل في لفيلات اعلى من 100 وبلو برينت جديدة هو هو شوفو في خريطة ما ادري في نيتندو سويتش ما شفت يعني لفيلات فوق المية بس ممكن 105 ونفس البيسي راح يجي لفيل 105 حسب الخراط مثلا ممكن في جينيسيس يكون لفيلات لحد 120 يوصل وهكذا هل في هل في مودات مثل ما كم هذا شي غير معروف وتنزل بفلوس ايضا غير معروف ولكن بنسبة 50 بالمية ها تنزل بفلوس او لا كريتيف مود تحط دين وضد بعض اكيد في كريتيف مود كيف يكون تنزيل الخراط وتكون بفلوس بعض الخراط ممكن تكون بفلوس بعدها بعض ها مجانية وتحميل ما ندري شلون كيف هي يعني جاوبنا عليها وفيها تكرارات كومة فيا بي ابطالنا اللي هنا صدنا لكم حلقة متكوز بتاعة حلقة عجبتكم سبحانك الله وبحمدك اشترك لا اله الان تسخف تقول لك شو حلقة جا ابطالنا مع السلامة